مرحبا بالحلقة السابقة بلشنا نتكلم عن علم الإدارة بالأخص إلى من أهم مبادئ الإدارة اللي هو الحاكم الرشيدة وكما قلنا إنه الحاكم الرشيدة إذا اليوم بدنا نحل جميع مشاكل لبنان بمبدأ إدارة واحد نتكلم بالحاكم الرشيدة وتكلمنا أيضا عن المبادئ اللي هي بتأسس الحاكم الرشيدة اليوم هنتكلم عن أهم وحدة فيها اللي هي تعتبر من أهم ركائز الحاكم الرشيدة وهي الشففية بالأوهل الأخيرة نسمع جدا عن هذه الكلمة شففية 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 بدنا شففية بدنا شففية أو بالإنجليزي نسميه Transparency ما هي الشففية؟ الشففية بكل بساطة هي الحق إلى الوصول إلى المعلومات بكل بساطة يعني اليوم نعطي مثل المشكلة اللي عم بتصير بالبترول المخشوش مع موضوع سونتراك لو في عنا شففية بالدولة كان من أول من عمل العقد ينشر بالعلن بالجريدة الرسمية أولا ثانيا ينشر على الموقع الرسمي للوزارة ولهديك الشركة اللي حتى يكون بإمكان أي شخص يفوت على الموقع يقرأ العقد ويتأكد أن كل هالبنود اللي بالعقد هي مطابقة وهي مليحة لمصلحة الشعب الدولة أو الشركات أو الأشخاص اللي عم بيشتغلوا بناء على مبادئ الحوكم الرشيدة ويلي هن ما عندن شي خبوب وعم بيشتغلوا لمصلحة هالشركة أو لمصلحة هالدولة أو لمصلحة هالدولة اللي مؤتمنين على حياتهم وعلى رزقهم ما عندن مشكلة ينشروا جميع الأمور اللي بيعملوها للعلن لانه ما عندن شي خبوب يتبعوا القانون تحت سفل الأنون يعملوا مصلحة الشعب ومصلحة الشركة تبعيتهم أو الدولة تبعيتهم أو الوزارة تبعيتهم أو الهائة أو المؤسسة اللي هن مؤتمنين عليها وعندما يكونوا أفضل نوع الشغل بدون شوائب وتحت سفل القانون ما عندن شي خبوب يعني ما عندن شي خببه أكيد ما عندن مشكل ينشر جميع المعلومات والشفافية لو هي موجودة وعندما تطبق بلبنان هي كمان من ركائزة مكافحة الفساد لانه لما يصير كل المعلومات منشورة الفساد ما يبعود بيقدر يسرق لانه دغري بيبين شو صاير فنحنا عم نطالب من زمان وبعدنا منطالب بتطبيق الشفافية الكاملة بما يخص الدولة وحتى على نطاق الدولة والشركات الخاصة يكون هناك شفافية وهذه من أول بنود مكافحة الفساد وهذه من أول وأهم بنود وركائز الحاكم الرشيدة يعطيكم العافية الله يحميكم ترجمة نانسي قنقر